على مستديرة مجلس الأمن في جلسة مخصصة لإيدانة القصف التركي على دهوك شمال البلاد تحدث العراق بلهجة هي الأولى من نوعها منذ زمن بلغة من عيار ثقيل حين طالب العراق على لسان وزير خارجيته فؤاد حسين مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يلزم تركيا بصحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية بغداد وجهت لتركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها المتكررة مفتاحة صريحة وواضحة وعلانية على لسان العراق الرسمي أمام أعضاء مجلس الأمن بتجاوز تركيا ووجودها غير الشرعي على أرض العراق القصف المدفعي على مصيف برخ السياحي في قضاء زاخو أحدث ردود فعل غاضبة في الداخل العراقي واستينكارية في الأوساط العربية والدبلية ومن منطلق الحفاظ على سيادة البلاد التي لم تقنع ممثلة تركيا في مجلس الأمن عندما طرح مسألة الهجوم الصاروخي الذي وقع بالقرب من القنصرية التركية في الموصل من منطلق السيادة يرد وزير الخارجية باحترام هيبة البلاد مؤكدا أن تذرع تركيا بحجج لا أساس لها مرتبطة بمشكلة داخلية متصلة بحزب العمال الكردستاني إذ تزعم أنقرة وجود اتفاق مع العراق يسمح بالتواجد العسكري التركي على الأراضي العراقية مع تأكيد بغداد على أن وجود حزب العمال يسبب زعزعة للأمن والاستقرار لكن العراق يبحث عن حلول بعيدة عن تحويل صاحته إلى تصفيات أجندات ومصالح دوله تلك النزاعات الخارجية التي أكدت ممثلة بعثة الأمم المتحدة جينيل بلاسخارت أن العراق لديه الحق في إبعادها عن أرضه وشعبه بما يضمن حفظ حقه السيادي والأمنية